بسم الله الرحمن الرحيم وصلي الله وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعينا اليوم الدين اليوم جبناكم بعض المتفرقات وبعض الأخبار في الصحف العالمية والمحلية قبل ما نمروا لهذا المتفرقات لمش مشترك في القناة نتمنى وأنه ويدعمنا باشتراك في القناة ولايك للفيديو أول خبر رح نبدأ به اللي هو بلاك ما يعجبش أغلب الجزائري الخبر الأول الاتحاد الإفريقي لكرة القدم كاف يعين رئيس الاتحاد الجزائري لكرة القدم شرف الدين عمارة في اللجنة المالية درك هذا الخبر مناش عارفين نتمنى وما يكونش صح درك هذا الخبر ما فهمناش يعني قبل 21 قبل الخميس يطلع خبر كما هذا وتعين كما هذا وشني معناه ذلك سما سما لازرق هفنة وشني هذا سيعمارة هذا سما كان يلعبين أملي كان يقلنا ما بيعي كبش الأوهى مدرناء استقالة ومعلبان ناش سما كان عنده كان عنده خبر بليرام راح نديره في منصب وخطيك من الاتحادية ورانا ندبره لك بلا ساوسك تعدين نشد فمك خلاص علما أن اللجنة المالية هي إحدى أهم اللجان الدائمة للكاف للفترة الممتدة ما بين 2022 و2024 التعيين جاء عن طريق مراسل موقع من الأمين العام للكاف فيرون موسينغو نيابة نيابة عن رئيس الكاف الدكتور باتريس موتسيبي يسعدنا إبلاغكم بتعيينكم كعضو في اللجنة المالية للكاف وفقا للوائح الاتحاد الإفريقي يعني عضو فقط باع بلاده على جلو عضو في اللجنة المالية باع بلاده عادي جدا وباع الفريق الوطني وباع جدها قعاية من الأخر وباع روحه وباع دنيوكل هذا كون أعطوه رئيس اللجنة كون خلات وش رح نقول لكم بعد يقول لك رئيس الكاف عبر عن تهانيه لرئيس الفاف شاكرا له مسبقا مشاركته ومساهمته في إثراء عمل اللجنة مستقبلا هذا الخبر يعني يعتبر كما تصنفو صنفو إذا كان صحيح يعني ديرو خيانة ديروها باع بلاد ديروها لعبينا ديروها حشهانة ديروها كلش لسقوه وين تحبوه وإذا كان راجل هو في حلها ويرفض هذا المنصب لأن الوقت بالذات ماهوش وقت تعمل منصب هذا ولو كان جانا في وقت واحد أخر أكيد كلنا نفرحه وكلنا نحبه أن يكون واحد جزائري في الكاف ولا في الفيفا ولا في أي منصب خارج الجزائري بش يعاوننا بش يساعدنا صح في هذا الظرف بالذات مش معناها يعني يطرح أكثر من علامة استفهام وإن شاء الله نتمنى تعليقاتكم كل واحد بلك عنده تعليق يبين مش نيال هذه الحكاية صح الروح المتفرقات من هنا ومن هناك أولا منظمة الفساد العالمية تقول لك تقارير حكام الفار الألماني أثبت بالصوت والصورة أن الحكم بكاري قاسما رفض عمدا الرد على تحذيراته وتقول أن قاسما رفض العودة إلى حكم الفيديو المساعد للتأكيد والفصل في قراراته التحكيمية السيئة وتقول أيضا أن الفيفا تعمل على حل المشكلة بناء على أخطاء تحكيمية فنية وبالتالي إنصاف المنتخب الجزائري وارد إن شاء الله فيها خيرت علما أن يوم الخميس على الساعة الحادي عشر سباحا تفتح الفيفا ملف طعن الجزائر وربما ما تفصلش في القاضية ولكن تفتح الملف والفصل فيه ما ممكن يكون بعد أيام مدرب الكاميرون يغرد بتغريدة ويش يقول لم تعد لدي الرغبة في اللعب ضد بعض المنتخبات التي تخلطوا بين تخلطوا كل شيء بالرياضة بداية بالعنصرية وغياب الروح الرياضية والتحجج مرة بالأرضية ومرة بالطاقص وأيضا مهاجمة الحكم وحتى مسؤولي الفيفا والكاف يعني سما يقصد في الجزائر احنا ذني ما عندنا من ديرو بيك وان قد خطينا وصحتك يعني قاسا مراهو اللي دارلك شير ولي تحذر نروحوا للخبر اللي بعدو ربما أيضا مضحك يقول لك الجماهير النيجيرية يعني منتخب النيجر ستعلق على نتيجة القرعة ويطالبون منتخبهم بالثأر من المنتخب الرغبة الجزائر وهذا مهم جدا يقول لك حكام الفارلمان في مباراة الجزائر والكاميروяд يصلون يوم الجمعة الى سويسرا وهذا بطلب من اللجنة الخاصة بالطعون في الفيفا اشتركوا في القناة شكرا جزيلا